خلي نكون واضحين وصريحين القضية مو قضية انفعالية ونأخذ 45 مليون إلى المجهول لن نأخذ الشعب العراقي إلى المجهول بقرار انفعالي بهذه الكلمات عبر رئيس الوزراء عن موقف حكومته من التطورات المتسارعة في سوريا مع سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على مناطقه في شمال ووسط سوريا السودان يكد خلال استضافته في مجلس النواب أن المنطقة تمر بوضع غير طبيعي يستوجب عدم الزج بالعراق في حرب أو متاهة تأتي على مكاسب العملية السياسية أكو وضع غير طبيعي يجري في المنطقة لا نريد للعراق الزج في حرب أو في متاهة قد تأتي على كل امتيازات العملية السياسية المرحلة للأسف مرحلة انفرات من قبل دول العظمى لتنفيذ رغبات العدوان والكيان الصهيوني أنا من أقول صمت للمجتمع الدولي مجلس الأمن يعجز عن إصدار بيان صحفي يدي المجزرة من المجازق التي حصلت وشفت قرار محكمة جنائية دول تعلن رفضها نسفوا كل الاتفاقيات والآليات الدولية إذن نحن أمام واقع جديد وبهذا الموقف العراقي على رفض الدخول المباشر في الصراع والالتزام بتأمين حدوده وحفظ الأمن والاستقرار داخل أراضيه يقطع العراق أي محاولات لزجه في الصراع ليستبق بهذا الموقف زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى بغداد بعد جولته الإقليمية التي شملت سوريا وتركيا موقف العراق بالنأي عن الصراع الدائر في سوريا وجميع الصراعات بالمنطقة يأتي انسجاما مع سياسته الخارجية والتي يكد عليها وزير الخارجية فهاد حسين مرارا وأن العراق لن يسمح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقا يهدد دول الجوار وأن استراتيجية السياسة العراقية مبنية على أساس التواصل مع الجهات الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة في عموم المنطقة وليس الاشتراك في الصراعات الدائرة وزج العراق فيما لا تحمد عقباه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة